جدا لأنه هما في الأول في الآخر هما بني قدمين يعني هي في الآخر إن احنا إيه اللي سبب النرجسية عندهم تعالي نرجع للجزء نرجع للأسف وبما إن الكوتش بقى علمينا إزاي ممكن لو حد فينا قابل شخصية نرجسية زي دي في حياته إزاي ممكن يتعامل معاه طيب خلينا لأول نرجع للسبب السبب وأنا بقول لكل أب وكل أم بيسمعوني يا ريت فعلا تهتموا في الpoint دي وإنتوا بتربوا الولاد في حاجة من الاتنين يا إما حب شديد وإطراء طول الوقت اللي هو برافو عليك أنت شاطر مفيش أشطر منك أنت زكي جدا أنت يعني طول الوقت عمالة غزي في الولد أو في البنت أن أنت أحسن حد في الدنيا بس المفروض أن تعلمنا أن ده حاجة حلوة أنك أنت تدي بوزيتف كده هو مثلا بيلعب رياضة معينة أنا بقثني على الفعل أنت عملت كويس في الرياضة دي أنت شاطر في الحتة دي مش أنت كشخص في العموم وفي المطلق أنت أشتر واحد وإنت أعظم واحد وكلهم تحت منك وإنت لازم تكون دي الحتة دي دي مهمة قوية يعني أنت كويس جدا بس هم كمان كويسين بتثني على الفعل الفعل اللي هو عمله مش عليه هو شخصية علشان يتعلم أنه هو يديفالب من نفسه أنه فيه أهل ناس أحسن منه وأنه هو يبص على حواليه تاني حاجة ممكن يكون إهمال شديد جدا أنه هو أصلا مش متشاف الطفل وهو صبعا مش متشاف ما كانش متشاف أما الجاب إزاي الثقة الزي دا دي وهو ده بقى من كتر ما هو مش متشاف فأنا بقبر أنا عايز أبقى متشاف لكل الناس آه مش متقبل غير إني أبقى متشاف فأنا بعوض الحتة اللي حصلت دي في الطفولة بعوضها للمقبر أنا لازم أكون متشاف لكل الناس ولازم أبقى باخد واو في كل حتة بقولها والشخص دايما النرجسي اللي هو فعلا بيتصنف أنه هو نرجسي أنا وإنتي هو بنتكلم مع بعض لا هو بيحب يتكلم قدام الناس مش مع الناس يحب دايما يبقى في موقف كده أن أنا بقى أبشيشن طول الوقت ناس بتقدرني وناس بتقولي واو وناس بتقولي أنت عظيم وما حصلتش ولو هو ما حصلش على الموضوع ده بيتعصب جدا لكن بلونة كانت منفوخة وانفجرة فرقعت بالضبط فالموضوع ده ده يخلينا نروح لكيفية التعامل بالضبط لو واحدة هو ستات أكتر نرجسية ولا دي جال الأول كده نرجسية رجالة آه نقول إيه إحنا غلابة إحنا غلابة إحنا غلابة والله العلم اللي بيقول طيب بما أن الأكترية يبقوا من الرجال إدي روشتة للستات كده إزاي ممكن تتعامل مع الزوج النرجسي طيب بما أن بقى فيه جروبات على الفيسبوك كيفية التعامل مع الزوج النرجسي والنرجسي وكيفية التعافي والموضوع بقى جامد عاوي بقى فعلا خطير وبقى تنسبة الطلاق بسبب أن أنا جوزي نرجسي يعني حدك طيب حديك أرافني مين دي روحنا أخشخصناه الدكتور قالك لا أنا شايفة فيه واحد اتنين تلاتة فهنا محتاجين حاجة من الاتنين أول حاجة لو أنت لسه بتبتدي علاقة ففي الأول خليكي عارفة أن هو يبقى شخص مبهر يعني شوفي بقى كل الحاجات السيئة اللي احنا بنقولها دي بس هو في الأول شخص أتراكتف جدا بيقعد في القعدة بيبقى مبهر وهو دايما بيهتم بشكله فدايما بيبقى شخص بياخد الأنظار وبيبقى دايما كمان لو هو بيحب حد وليس بيحبش أي حد بيحب شخصية نكحة وشخصية حلوة وبيحب دايما يبقى حد كده معاه يعني شايف نفسه معاه فهو لما يحب حد ويحط عينه على حد هو هيعرف إزاي يجيبها هيديها كلمات حب فضيعة هيبقى كريم جدا هتيجي هتيجي يعرف اللي هو هيحسسها إيه اللي أنا بديهولك مفيش حد تاني هدهولك وفعلا يعني إحنا كستات بنبقى مدمنين الحتة دي إحنا عايزين الحتة دي وده أنا مستنية وعلشان كده لما بيبعد إحنا بقى بنبقى قفشين في العلاقة طب يا ستي ده فيه واحد اتنين لا أنا قفشة فيه أنا عايزة من ده وهو لما بيعاقب بيعاقب أن هو يبطل هدايا يبطل حب يبعد خالص يبقى أكنك مش موجودة طيب أنت في الأول اتخدعتي بالانبهار والكلام ده ففيه شوية وقته عبالما تبدأي تتجاوز في الحقيقة بالضبط هتبدأي تشوفي بقى شوية حاجات كده تبدأ علامة استفهام فكل لما تبدأي تشوفي حاجة فيه علامة استفهام ده النهار ده مطلعني سابع سماء وبكرة منزلني سابع أرض فهنا علامة استفهام ده أما بايجي تكلم عن نفسي ما بيسمعنيش وطول الوقت هو بيتكلم عن نفسه هنا علامة استفهام لما بيهتم بمصلحته هو وأنا لأ فهنا علامة استفهام كل لما علامات استفهام تكتر تبدأي تقفي مع نفسك وقفة طول ما أنت مش في منطقة الجد خدي ديلك في سنانك وجري يعني دي قولا واحدا طول ما أنت مش مضطرة أن أنت تبقي على العلاقة طيب رحنا للناحية الستات المتجاوزين اللي بقى لهم خمس سنين عشر سنين وبدأت تظهر كلمة نرجسي في المحيط وبقت لابلينج بقى أي حد حطينه عليه نرجسي فأنا جوزي نرجسي فأنا خلاصة عايزة تطلق هنا محتاجة الستة بقى تقف مع نفسها وقفة كده يعني مش عشان هو فيه قعدة كده بتقول أن مش كل متكبر ومغرور هو نرجسي ولكن كل نرجسي متكبر ومغرور تمام؟ مفهومة عاية فمهمة قوي أن الستة تقف مع نفسها وقفة كده هل فيه حاجات شوية مميزات يعني مش أول حاجة طلاقة مش أول حاجة أنا جوزي نرجسي فأنا عايزة تطلق فإحنا محتاجين نحافظ شوية على البيوت السكن والبيت والكلام ده ففيه أنا أقدر أتعامل مع شخص نرجسي مش مؤذي أزية كبيرة أقدر طبعا فيه حاجات كده تابس وتريكس نقدر نتعامل بيها نحن أريد خلاص أحنا عارفين اتجوزت ممكن يكون عندها عيات مش عاستطيع بتحبه على فكرة شايفة منه حاجات لطيفة لأنه هو أكيد فيه هو بني آدم طيب إيه حاجات لطيفة أول حاجة بتقبل أنا متقبلة الشخص يعني أنا عارفة أنه عنده مشكلة عارفة زي ما أنت عامدك ابنك مثلا جاي جاي بمرض معين الأطفال المنغوليين التقبل فأنا أنا ابني ده هارمي؟ لا أطفال لا مش هارمي فهبدأ أدور إزاي أن أنا أتعامل معانا أنه ده ابني طيب ده جوزي وهو فيه شوية مشاكل ولكن مش مؤذي فيه شخص مؤذي أذى نفسي وأذى جسدي أنا مش بقول لحد استحمل الأذى اللي ممكن يضرك أنت شخصيا ولكن فيه شوية عيوب وفيه شوية مميزات حلوين على فكرة كل الناس كل شخصيات بغض النظر عن صفاتها فيها وحش وحلو في نفس البني آدم بالزبط ومع تغير الأوقات بالزبط أنا تقبلت الشخص ده وقررت أن أنا فعلا أنا الحاجات اللي عنده الحلوة اللي مكفياني أنا فعلا عايز هتعايش بي هتعايش معي تاني حاجة معروف عن الشخص النرجسي أنه هو بيقلل من الناس اللي معي انتي مالك لبسة كده ليه انتي ما بتفهميش على فكرة انتي بتتصرفي كده ليه أي حاجة يقول هالك طالما أنت عارفة أنه هو بيقول كده عشان يقلل منك عمي نفسك مستمعي تدخل من هنا علشان أنت تقدر يتعيش حياتك وما تزعليش منها طيب هي حاجة مؤذية